مجلس الحكم الانتقالي لو تذكر في العام 2003 هو الذي أسس أول تشكيلة حكومية قامت على هذا الأساس الطائفي لماذا عندما أصبح الأمر بيد العراقيين استمروا أيضا في تشكيل حكوماتهم على هذا الأساس لماذا لم يقترحوا أساسا جديدا يبعد بهم عن الطائفية أم أن الأمر لم يعد بيد العراقيين حتى هذه اللحظة أولا مساء الخير شكرا لجنابك وتحييلك ولضيفك والساد المشاهدين السؤال مهم جدا يرتبط بالوقت الحاضر وأعتقد يرتبط أيضا بالمستقبل لابد أن نعي أنه ليس فقط من بدايات التغيير السياسي كان هناك رؤية على توزيع الرئاسات أو توزيع الأدوار السياسية القادمة حسب وجهة نظرهم في تلك المرحلة في 2003 حسب المكونات لابد أن نعي أنه واشنطن بعد الـ 97 قرن الماضي وقانون تحرير العراق بدأت تفكر جليا بتكوين إطار للحكم في العراق ما بعض صدام حسين وكانت هذه واضحة في صلاح الدين وغيرها وفي لندن كانت تبحث عن مكونات وهذه ليست تحليل هذه وقاعة حقيقية من الناس كانوا يضمن الاجتماعات والتجمعات لذلك كانت على سبيل المثال عفوا تريد سنة مقابل الشيعة وتريد أكراد مقابل العرب وهكذا توازنات جاء أبر مار وضعت توازناتها والرؤية الأمريكية ضمن سكة سياسية منذ عام 2004 ولحاث هذه اللحظة ولا أعلم سوف تنتهي متى لأن هذه الأمور جذرت خلال عقد ونصف العقد وبالتالي هذا جاء على هوى القوى السياسية حقيقة علينا أن إذن دكتور شماري هو طبقا للمعلومات التي أوردتها حضرتك هو مقترح عراقي يعني نحن نظلم بولي بريمر عندما نلصق به هذه التهمة هو مقترح عراقي من القادة العراقية لا لا أظن هو مقترح عراقي بقدر هو رؤية أمريكية لحد هذه اللحظة عندما تسمع التصريحات السابقة والحالية لوزراء خارجية للأسائل إداء البيت الأبيض يؤكدون على العملية الشاملة الجامعة التي تضم كل الأطياف والتي لا تقصي أحد وبالتالي هذا يعني المحاصصة بمنطقة آخر لذلك هذا الواقع المحاصصة جاء على هوى القوى السياسية لا تستطيع أن تغير ولذلك سيدنا المالكة عندما طرح مسألة الأغلبية السياسية لم ينفذ لأغلب القوى السياسية وحتى اللاعبين الخارجين الكبار لا يستصيغون الآن تغيير هيكلية النظام ومنهجية النظام السياسي لذلك لم يطبق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة